اليوم ان شاء الله هنتكلم عن الادجيكتف word order and very يعني طريقة كتابة الصفة وترتيبها في الجملة وكتابتها مع very السلام عليكم ورحمة الله في البداية الادجيكتف طبعا احنا اخد عليهم مثال شنعشو هن الادجيكتف عنها مثلا cheap expensive يعني رخيص وغالي وانا الصفات انت بتوصف فيهم يعني الاسم او الشيء تمام old new يعني ال old هم تجيب معنى قديم و new جديد small big صغير وكبير fast slow سريع وبطيء tall short طويل وقصير beautiful ugly جميل وغير جميل طبعا هي معناها هون ugly هي قبيح يعني beautiful not beautiful غير جميل لكنها بقولها ugly هي كلمة شوية يعني سلبية تمام طيب خلينا نبدأ بالقانون الاول طبعا طريقة كتابة الصفات في الجملة في الها اربع قوانين رح نبدأ بالقانون الاول rule number one عنا هون she is late she is late طبعا نحنا كملاحظة مبدئية انه دائما اي جملة تكتبها لازم تبدأ بsubject تمام يعني لازم تبدأ بفاعل سواء كان subject pronoun يعني اللي هي she يعني ضمير الفاعل او subject عادي مثلا كاسم او اي شيء تاني لكن لازم يبدأ بsubject طبعا تمام هون بدأنا نحن she طبعا بدأنا بsubject بعدين عنا is late تمام ال is هي يعني اشتراخ للverb to be late adjective معناه هون مين اللي بيجي الاول طبعا نحن عم نحكي هون على على the verb to be وال adjective فمين اللي بيجي الاول بيجي ال be ف ال be number one ال be يعني هي am is are ام تم اجد ومعها adjective هي تيجي رقم واحد وال adjective number two اوكي ف يعني الاستنتاج طبعا القاعدة او قانون القاعدة هو ان always be before adjective be before adjective امتى ما شفت الصفة بتحط قبل ال be اوكي this is rule number one هذا القانون الاول rule number two it's a bag it's a bag يعني ها هي تكون شنطة تمام؟ طيب هون لما بننضيف الصفة هون الجملة ما فيها صفة تمام؟ لان الباعد هادي noun اسم فلما بننضيف الصفة مثلا مثلا اذا عنا كلمة small و بنحط small في احدا بيعرف ايوة very good معناها نقرب bag وتجي small قبل bag اوكي معناها هون عنا ال small هي ال adjective ال bag noun ال adjective number one noun number two اوكي معناها الاستنتاج تبع القاعدة او القانون تبع القاعدة هاي اللي هي noun after adjective noun after adjective معناها دائما الصفة لما بتجي بيجي بعدها الاسم اوكي طيب طيب rule number uh three let's see rule number three it's a very difficult question طيب هون احنا عنا ال adjective تمام بعدين here we have very معناها number one we write very number two adjective always number one very number two adjective معناها استنتاج القاعدة very before adjective always very before adjective يعني كلمة very دائما تجي قبل ال adjective adjective ما انت حتى لو محد بيسالك بيقولك مثلا how are you تقوله I am good ولا I am very good ما بتهى يعني عمرك تسمعت حدا عالك I am good very لا فدائما very تجي قبل adjective okay طيب خلينا نشوف rule number four rule number four these are my new shoes طيب هون عنا ال noun here طبعا يجا noun plural noun يعني يجا اسم جمع تمام طيب هون new plural adjective يعني الصفة نجمعها كمان لا في اللغة الإنجليزية الصفة لا تجمع أبدا يعني ممكن في اللغة العربية طبعا الصفات تجمع لحسب الجمع تبع الاسم لكن في اللغة الإنجليزية لا ما نقول these are my new shoes لا فالقانون نحنا شو استنتاجنا القانون هون adjectives are not plural يعني الصفات ليست جمع أو لا تجمع أكي هذول هن الاربع صفات لكن هل الاربع سوري الاربع قوانين نحن مشان نفهم القاعدة أكتر والقوانين أكتر لازم نتدرب عليها مش مجرد ان احنا اخذنا القاعدة ما نفهمناها تمام طيب خلينا نشوف نحنا ناخد شوية تمارين عليها طبعا this exercise يعني من face to face elementary second edition درس 2A exercise 2 page 16 طيب here make sentences with these words طبعا هم أعطينا كلمات مطلخبطة لكن نحنا بدنا نحطهم بالترتيب على حسب القوانين اللي شفناهم هلا تمام طيب هون بيلك very is it early طيب نحنا أول شيء بدنا نبدأ الجملة لازم نبدأ الجملة subject or subject pronoun تمام تمام طيب فهون وين subject أيوا very good معناها it أول شيء تمام it طيب ومدام في subject متى هون احنا قلنا مدام في subject شو بيجي بعد subject دائما there to be very good تمام فعلنا it's طيب هون مثلا قالك she is late وهون it's early آه طيب هون هذا الصفة وهذا very يعني صارت واضحة ان هون قانون التالت بقولك ان very بيجي قبل الصفة تمام فراح تصير it's very early اوكي طيب انا احنا عنا اخدنا اول واحد كمثال عندك مثلا اه عندك two three four five six حاول توقف الفيديو وتعملهم لحالك ترتبهم اه وبعدين نشوف الاجابة تمام 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 طيب اذا انت خلصت هلا خلينا نعمل نشوف باقي الاجابات مع بعض تمام عندنا هون اذا بدنا نبدأ الجملة انا again بدنا subject هون جاي اللي هي ذات تمام بتجي اول شي ذات هي يعني بتجي مكان عن الـ it او الهي او الشي تمام لانه هذا فانت هون اسم الاشارة بياخد شغلات كتير تمام فانه ذات ايوة بعد الـ subject شو بناخد there to be very good that's تمام اه ذا بعدين ايوة هون عنا اسم وعنا adjective فشو اللي بيجي الاول اه بيجي الاول اه بيجي الاول adjective انه لما بكون في اه في rule 2 انه قانون التاني لما يكون في اسم وصفة تمام فبيجي الصفة بعدين الاسم اوكي طيب معنا here that is the right answer very good اوكي نمبر ثري اها هون اجت في نمبر two اجت that هون those تمام those وانه ذوز جمع يعني وصفة اوه اجت مكان subject فحناخد the are those are تمام طيب those are what those are dresses طيب حطينا لان انا لما بدي اكتب الجملة يعني خطوة خطوة تمام فحطيت الاسم لحت اعرف شلون الترتيبة طيب those are dresses اه طيب هون في عنا very وعنا expensive expensive هي الصفة طيب ونتن حط الصفة اها على حسب القانون التاني yes small bag طيب expensive dresses تمام ومدام عنا صفة وفيري معنا الفيري هتجي أبلى الصفة حسنا حسنا نعم طيب نمبر 4 cheap a it watch is very easy very good we start with it then we have verb to be is okay it's طيب عنا هون نحنا it's a watch صح it's a watch هون نحنا مفروض it's a watch لكن قلنا دائما نحنا لما بيكون عنا صفة واسم اي شيء يكون قبل الاسم الاسم يرجع الوراء والأولوية للصفة تمام فها تصير it's a cheap watch okay طيب نمبر 5 مهم again we start with a subject they there to be are they are cameras نون طيب وين الادجكتف عنا good okay فنحط good ومدام عنا الصفة وvery الvery بتجي قبل الصفة okay number 6 question very a difficult is that okay هنبدأ بال that subject that is is okay question that is a question what what is a question that is very difficult question that's a very difficult a very difficult question question okay فهون عنا نحن القوانين سهلة تمام يعني أن القانون الأول verb to be before adjective قانون الثاني noun after adjective ثالث very دائما تجي قبل الادجكتف والرول number 4 عندنا الادجكتف are not plural لا تجمع تمام هذه طريقة كتابة الصفات في الجملة okay أتمنى الشرح يكون سهل والكل فهم ومرة ثانية أقول يعني إذا في أي سؤال اكتب لي وإن شاء الله رح أرد عليك في أقرب وقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته